أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائدا وقال سموه هدفنا تخريج قيادات جديدة ومستمرة في الصف الثاني والثالث وأضاف سنبقى نبحث عن القيادات الشابة ونعدها لتولي مسؤوليات جديدة في وطن لا يعرف التوقف جاء ذلك خلال تكريم سموه 32 خريجا من الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وذلك بحضور مع المحمد القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقال القرقاوي فكر محمد بن راشد آل مكتوم القيادي يشكل منهجا وأسلوبا مميزا في القيادة وملهما للقيادات التي تسعى للتأثير وتحقيق التميز في مسيرة عملها كما أنه يشكل الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها البرامج لبناء أجيال من القادة في جميع المجالات وفي القطاعين الحكومي والخاص والقادرة على تحويل رؤية سموه إلى إنجازات تتعزز من خلالها المكانة المميزة لدولة الإمارات إقليميا وعالميا ويمثل خريجو الدفعة الثانية عشرة قطاعات مختلفة وينتمون إلى 28 جهة محلية واتحادية وخاصة على مستوى الدولة وقد تم تشكيل فرق عمل مصغر من المنتسبين وتكليفهم بتطوير ستة مشاريع بحثية على مدار السنة تُعنى بمواضيع استراتيجية منها العلوم المتقدمة وكان برنامج القيادات المؤثرة قد انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفز الابتكار في أساليب العمل والإبداع وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل واستقبل البرنامج أكثر من أربعة آلاف طلب في الدورتين الأولى والثانية كما نظم البرنامج أكثر من ستين ورشة تدريبية تخصصية وأبرم شراكات استراتيجية مع عشرة شركاء استراتيجيين عالميين ونظم أربع زيارات دولية لمنتسبيه للإطلاع على تجارب عالمية رائدة في مجالات حيوية وقد خرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم منتسبية دفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة شكرا 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 شكرا